البطولة بدأت ساخنة وكلنا اتفاجئنا بالبداية قوية جدا في ماتش الافتتاح لمنتخب الإكوادور يعني كرة أمريكا اللاتينية كالعادة يعني ما فيش مساحة للاندهاش قوي من قوة أي فريق من أمريكا اللاتينية يعني لما بنقول أن القوة العظمى في الجزء ده من العالم بتتمثل في دولتين اللي هما البرازيل والأرجنتين ده مش معناه أن الموضوع تقفل على كده لا ده فيه قولوا أربع خمس دول كمان غيرهم عندهم نفس الحاجة إلى حد كبير عندهم برضو إمكانيات فنية وبدنية عالية جدا 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 زي أرجوي زي الإكوادور اللي تبعناها مبارح في اللقاء الافتتاح الشوت الأول كان إلى حد بعيد يتقال عليه وان سايد جيم لصالح الإكوادور سجلوا هدفين وكانوا يقدروا الحقيقة سجلوا أكتر من كده عن طريق المهاجم المخاضران بالينسيا اللي عنده أكتر من تجربة احترافية قوية سواء في أفرتون أو أستن فيلا في الدور الإنجليزي وطبعا هو حاليا معنا دي التركي كلنا أكيد بنتمنى أن المنتخب يعني قطر يفوق من صدمة الخسارة في مباراة الافتتاح وفي النقطة البداية ويحاول أنه يعود فيه الماتشين اللي جايين اللي هما ماتشين السنغال وهولندا وإن كنا لو هنتكلم بموضوعية هنلاقي أن المهمة دي مش سهلة يعني طبقا للي تبعناها مبارح فيه لقاء قطر والإكوادور نقدر نستنتج أن المهمة هتكون صعبة جدا على فريق قطر أو على منتخب قطر في المرحلة القادمة لكن ده ما يمنعش أن احنا نتمنى لهم أكيد كل النجاح وكل التوفيق الغريب بقى أن منتخب قطر يعني إلى حد ما يعتبر دخل دخل في الفورما ودخل فيه أجواء اللقاء تقريبا مع نهاية الشوط الأول يعني بالكرة العرضية اللي تلعبت أو اللي تلعبت للبهاجم المعزة علي فيعني بداية متأخرة جدا الحقيقة للدخول فيه الأحداث ترجمة نانسي قنقر